اذا ويعتبر تأسيس قوة دفاع البحرين بداية انطلاقة حضارية بارزة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر حيث اضطلعت مكونات قوة الدفاع الثلاثة في المهام التي تحمي الوطن في البر والجو والبحر وعلى ماذا اكثر من خمسين عاما ترسخ الدعائم قوة الدفاع وعالت اركانها مما مكنها من اداء واجباتها والقيام بمهامها العظيمة منذ تأسيسها عام 1968 بامر من صاحب العظمة الشيخ ايسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه جاء انشاء قوة دفاع البحرين معلنا بداية انطلاقة حضارية بارزة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر واضطلعت قوة الدفاع بالمهام الدفاعية عن المملكة حيث تتشكل قوة الدفاع من ثلاثة اسلحة رئيسية اولها القوات البرية باحداتها المختلفة وسلاح الجو الملكي البحريني وسلاح البحرية الملكي البحريني مكونات قوة الدفاع الثلاثة اطلعت بالمهام التي تحمي الوطن في البر والجو والبحر وتحقق لها من المنجزات العسكرية ما جعلها في مصاف الجيوش المتقدمة على مستوى المنطقة كما ان لقوة دفاع البحرين دور وطني هام تطلع به وهو حماية حدود المملكة من اي عدوان خارجي علاوة على الدفاع عن مصالح المملكة على المستوى الخارجي الاهداف السامية لانشاء قوة الدفاع شكلت دافعا لدعم الدول الشقيقة والصديقة من منطلق المصير المشترك واحقا للحق ورد العدوان وحفظ الامن والسلام الدوليين وميادين العزة والكرامة شهدة على دور قوة دفاع البحرين في مساندة الاشقاء والاصدقاء على كافة المستويات ودستور مملكة البحرين يؤكد بشكل واضح على ان السلام هدف الدولة وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون ونص الدستور ايضا على ان الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والامن العام وضمن الاطار الدستوري لقوة دفاع البحرين والاهداف السامية التي وضعت منذ تأسيسها قبل اكثر من نصف قرن وفي العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الاعلى لقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ترسخت دعائم قوة الدفاع وعلت اركانها بما مكنها من اداء واجباتها والقيام بمهامها العظيمة لتكون دائما الحصن المنيع للوطن والمواطن اشتركوا في القناة